شكرا لإلك زميلتنا علا وأكيد بدنا نرجع نجدد التحية لكل المشاهدين يلي نضموا لإلنا وننقل لنا رمضان كريم رح نكفي بفقراتنا يا سالي رح نروح يا ليا بعوالم النفس البشرية ونترافق فيها بمحطات روحانية خلال زمن الصوم المبارك وتأثيراته وانعكاساته علينا فما الغاية المقصودة من الصيام بالبعد النفسي وضبط الانفعالات والتسامح أسئلة لحد جاوبنا عليها خبيرة الوعي الأنتوي مريم عيسى رمضان كريم سعد صباحك الله يسميك يا رب صباحك أسعد وإن شاء الله كل عام وإنتوا بخير والبلد وإن شاء الله نعاد عليه بالسلام والحب إن شاء الله يا رب نعاد عليك وعايلتك بكل الخير بالبداية خلينا نحكي عن معاني الصوم وعن الأبعاد الداخلية بالنفس البشرية للصوم تمام هلأ بس بداية خليني أقول أنه في فرق بين الصوم والصيام الصوم هو الانقطاع عن الكلام وعن الأكل الصوم هو الانقطاع عن الأكل والشرب هلأ بداية أن كل تقريبا الحضارات خليني أقول كل الناس من القديم لليوم اتبعت موضوع الصيام يعني طبعا بيختلف من ديانة لديانة كل أهل الكتب السماوية تقريبا موضوع الصيام يعني في عدة خليني إليك مبلش فيه درجات خليني أقول فيه صيام عن الأكل والشرب تمام فيه صيام عن بيقولوله صيام الجوارح البصر والسمع فيه صيام عن اللي هو صيام القلب أو صيام العقل بداية اللي هو أنه أنت توقف الأفكار أو بتوقف الأفكار السلبية والضارة والمزعجة وفيه عندك صيام القلب اللي هو عن الغل والكراهية والحسد والحقد الصيام الحقيقي هو مجموعة هاي الصيامات اللي حكينا عنهم كلياتهم يعني بس يجتمع هذول كلياتهم ما بعض فيك تقولي هذا هو الصيام تمام يعني نفسي نبلش فيه بداية على تأثيره الجسدي فتأثيره الجسدي تقريبا صار معروف والكلب يعرف قديش هو مفيد صار يتبع بمراكز علاجية وعن طريقة طباء كتير كطريقة علاجية لأمراض كتير خطيرة يعني فهو أول شي على الصعيد الجسدي خلييني أقول بيعمل نوع من اللي بيرفع الجهاز المناية عند الإنسان لأنه مجرد توقف عن الأكل لفترة معينة من الزمن بيخلي الجهاز المناعي بلش يشتغل تمام فهو على صعيد الجسدي أول شي كتير مفيد يعني على الصعيد النفسي طبعا تهدي بالنفس الانضباط خليني إليك الانضباط كيف يعني الانضباط الذاتي نعم الإرادة تصير الإرادة أقوى الصبر بيعلم الصبر يعني كل هاي القصص مجتمعة مع بعضها بتطلع فيها بفائدة معينة إنه هي القصة بس أن نحنا وقفنا أكل وشرب تمام والصيام تلما حكيتها بكل الديانات موجود بكل أهل الكتب السماوية موجود باختلاف تقوسه لكن هو الصيام اللي هو الإنقطاع عن الأكل والشرب لحتى نروح البقاء باتجاه ليش طب نحنا نوقف أكل وشرب شو الغاية بالزات أنه الأكل والشرب هي من الحلال طب نحنا ليش نوقفها شو الغاية منها؟ الغاية منها أولا صحية مع الوقت اكتشفوا الناس بلشوا يكتشفوا العلماء أولاي إنه هو على الصعيد الجسدي بيساعد كتير على الصعيد الطبي وعلى الصعيد النفسي لما له يعني خليني إيقلك إنه هو يعتبر دورة تدريبية صغيرة للإنسان بيفوت فيها بيطلع مننا المفروض بتغيير يعني حقيقي نعم يعني يا مريم دائما الصائم أو الصائمة بيصير عنده شوية عصبية أحيانا يعني بيكونوا بلا أكل والإنسان الطبيعي بس يجوع بيصير عنده حالة من حالات الاسترس خليني نحكي كيف بيقدر الصائم يضبط نفسه يعني ويعود حاله إنه خلاص بده يصوم لا يقدن ووقته بيفتر وبروّق لازم يروّق قبل طبعا هلأ هي بداية أن تشوفي هاي الكلمة اللي بيقولوها دائما تبع اللهم أني صائم أنت دائما بتحسيها يا تهديد يا ما أنه أنا ساكت يعني لأني صائم هلأ شوفي إنه اللي بيصير عنده حالة غضب إذا كان واعي ومراقب نفسه حيعرف إنه بالغضب هو عم يصرف الطاقة اللي أصلا موجودة عنده نحن لما وقفنا أكل وقفنا شرب فما ضل عنا طاقة عم نكتسب هلأ بنحكي بعد شوي عن الطاقة اللي عم نكتسب حاليا بس هلأ خليني أحكي عن الطاقة اللي عم نخسرها كطاقة طعام هاي الطاقة كل إنسان له حد معين من هاي الطاقة الغضب بيزيد استنزاف هاي الطاقة بيزيد يعني أنا بدل ما أصرف كأني عم باخد من رصيدي بس عم بسحب منه بسرعة فهو مجرد أول ساعتين ثلاثة بنهار إذا بلش بحالة غضب بحالة انفعال بحالة توتر صرف رصيده ما بيقدر يوصل لآخر نهار اللي بيكون يعني تعبان كتير ومنهار فهو لحاله حيبلش إنه حيتجنب المواقف اللي يدخله بهذا الغضب أو التوتر لأنه درس بالنسبة له يعني أنا خلاص عم بصير هذا الاستنزاف ممكن يكون مواعي له لكن عن طريق التعب اللي بيصير فيه بيبلش هو يضبط نفسه إنه أنا لأ ما بدي أوصل لهاي المرحلة فبحاول أتجنب هاي المواقف اللي بتحطني بحالة ممكن أنا توتر فيه أو أصرف هاي الطاقة اللي عندي نعم خلينا هيك شوي ونروح نحكي عن التسامح قديش مهم بشهر رمضان المبارك التسامح بين أي اتنين مختلفين بين أي اتنين بعاد قديش مهم العالي وقديش مهم مبعد عن التواصل المواقع التواصل الاجتماعية اللي هي كتير عما تبعدنا عن التواصل الأسري والمسامحة والتعاطي بشكل لايف ومباشر تمام وهلأ نحنا يمكن أنت حكيتي شيء أرواع خمس مباضيع سواء أول شيء المسامحة هو غير إنه بشهر رمضان فهي يفرد لها مثل ما بيقولوا حلقات يعني المسامحة عادة نحنا تعودنا بالتقوص خليني إليك الدينية إنه مثلا شخص لما بدو يروح الحج نحنا عنا فبيقولوله إنه لازم الكل يسامحك لازم لازم هي الغاية هون من التسامح إذا الشخص قدر يعرفها بالضبط فهو رح يقبل إنه نحنا كتير بنقول جملة إنه سامح مشان حالك بس ما كتير المعنى واضح ما كتير الشخص بتوصلوا المسج شو يعني أنا أسامح مشان نفسي أولا نحنا كبشر ما في عنا ملائكة يعني كل ياتنا بنغلط شخص ممكن يقولك إنه أنا ما بغلط بها أحدا ناس بتغلط ما في حدا ما بيغلط لكن أحيانا نحنا بنخطأ أخطاء غير واعية يعني بيصير عنا الخطأ بدون ما نقصد أنا ما نقصد إني إزعجيك تمام بتجي بيجي شخص تاني بيزعجك فبتقولي أنا ما زعجته ليش عم يزعجني تمام أنتي ما بتكوني زعجتي زعجتي غيره فهو هذا القانون يعني مثلا بيقوله كما تدين تدان فنحنا ليش عم نفتنا بهذا الموضوع موضوع المسامحة لأنه نحنا بحاجة للتسامح الناس معنا كمان بداية عني ليش بقوله إنه الشخص بيسامح مشان حاله وشغلة تانية إذا أنا ما سامحت كتجربة معينة بسيطة بتمر بالحياة إذا أنا ما سامحت بهي التجربة ممكن عممها على باقي حياتي ممكن تأثر علي لبعدين إذا بدنا نخصص بس موضوع المسامحة فهو خصلة نبيلة من الخصال اللي كمان كل الأديان السماوية أمرت فيها بين البشر بغض النظر عن إنه شهر رمضان أو صيام أو كذا هو مطلوب بكل الحالات تمام؟ ومتل ما حكيت إنه لأنه نحنا بحاجة للتسامح الناس معنا فنحنا لازم كمان نتسامح معاهم في أحيانا بتقطع خطأ بسيط كتير والكون ما بيعرف إنه الخطأ صغير أو كبير بس بيعرف إنه خطأ وبدو يرجع سواء أنت كان إحساس معين أنت وجهتي لحدا إذا عاشتي فيه مثل ما قلت لك بجزنة كنت أحيانا تسامحي بينك وبين حالك ولكن يمكن ما تظهري للطرف الآخر إنك سامحتي بس مهم هيدا إنك أنت تسامحي أنا سامحتك بس أنا ما ضروري أحكي معك أو ما ضروري يمكن هيدا الفكرة يلي بدنا تحكي لنا عنه هلا الفكرة هاي بإنه أنت فيه أشخاص بيقولك أنا ما فيني سامح مبدئيا أنا ما فيني سامح أنا ما بقدر ما بقدر رجع دول الأشخاص لحياتنا ما بقدر كذا فالمسامحة ما مو مطلوب منه إنه أنت تسامحي وتسمحي للناس بدخول لحياتك أنا بسامح ومع وضع حدود تمام إنه أنا بسامح بس ما ببرجع بقبل الناس بحياتي هيكا مم بالزبط فإنه أنا المهم أو الفكرة المهمة هون هي الفعلا المسامحة الحقيقية داخليا لو ما أظهرتي أنت للأشخاص لأنه في أشخاص مثل ما حكيتي ما بينفع إنه أنا سامح وأرجع دخلهم لحياتي بسامحهم بشان أنا طاقتي بشان حياتي تمشي وتكمل بشان مثل ما قالت لك بالبداية إنه أنا بحاجة للتسامح الناس معي فلازم أنا سامح الأشخاص الثانين يعني بالحياة أما ببساطة أنا بسامح وما بسمح تمام برسم حد وخلص ما بسمح للناس أن تدخل نعم خلينا كمان نحكي عن التواصل بين العيلة بالشهر الكريم قداش مهم الجمعة قدام مهم الحد الكبير بالعيلة إنه نحنا دائما نروح لعنده ونكون يعني ونس معه بشهر الخير هلأ شوفي من أهم الأشياء يمكن وقت كنت عم حضر للموضوع اللي بنا نحكي فيه اليوم الشي اللي أنا هيك استشعرته خليني يقول إنه الناس بتحب خليني يقول النظام الانضباط يمكن بتحب يكون فيه قانون بالحياة يعني الشي اللي كتير حلو برمضان هو النظام الترتيب أنت بتتخيلي قديش فيه عدد ناس بتاكل بنفس الدقيقة وبتعود على سفرة واحدة بنفس الدقيقة وبيصلوا بنفس الدقيقة وهي الطقوس هذا الطقس هو واحد من أحب الأشياء للناس يعني بتلاقي هاي الفكرة مجرد أنه الناس يعني مليارات يعني مو شخص واثنين وثلاثة هذا النظام هم الأشياء والطقوس المحببة يعني الأشياء اللي بتخلي ناس مشتاقة لرمضان هو هذا بالأيام العادية فيه عشوائية فيه فوضى بالحياة بالمواعيد كل واحد بتردنا ما بتصير خلال رمضان يعني يعني دائما الشخص بشهر رمضان نوعا ما بتتنظم حياته خلينا نحكي على الأشخاص اللي شوي هنن سلبيين يمكن أحيانا بشهر رمضان هنن بيحاولوا لأ يعطوا لحالهم طائق إيجابية يقول لأ نحنا صايمي خلينا نكسب سوابين يعني منهم نخفف هيك شويش نحنا سلبية حتى مع العالم قديش شهر رمضان بيعطي من خلال طقوسه من خلال أجواءه هاي الطاقة الإيجابية بالبيت بأي مكان هو متواجد فيه تمام من كم يوم كنا نقوم مجموعة رفقات فعن نحكي عن رمضان ما رمضان يمكن كان المفروض بكرا يكون الأربعة والخميس عم نتحذر فقالت لأ سبحان الله رمضان له ريحة بتحسي فيه ريحة معينة انه جاي رمضان خلاص لأ مو بكرا أكيد اليوم اللي بعده فهذا الإحساس فيه مو من فراغي يعني أكيد هاي الرحانيات اللي كنا بنحكي نحن عن قلتلك بعد وشوي بنحكي فيها بين الطاقات يعني حكيتيلي انت سألتيني عن الشخص السلبي الشخص السلبي هو ببساطة الدافع أنا شو اللي بيدفعني إني أنا من الأشياء اللي بتنمي بنامي الصيام هو الإخلاص يعني ليش لك هاي الخصلي شخص دنيا شوب وحر وهو جوعان وعطشان ومانع نفسه هذا الضبط وتهذيب النفس شو الدافع لو غير هو فيه صلة ما حدا شايفه بيعرف انه فيه صلة بينه وبين رب العالمين تمام وانه أنا عم بعمل كطاعة وكمراقبة وعنده بتاع اللي عنده المراقبة الداخلية بشكل كتير كبير تمام فالشخص حتى السلبي هو بيعرف انه أنا لما ضبطت نفسي عن الأشياء المباحة إلي واللي هي حلال أنا ضبطت نفسي عن الأكل وعن الشرب وعن الأشياء اللي مسموحة إلي بالأحوال العادية فضبط النفس بيصير كل شخص بيعرف أنا كيف ممكن أنا أضبط حالي كيف ممكن أتجاوز هاي القصة كيف ممكن وبيستمده طبعا هلأ بدي أحكي لك بقى عن الطاقة اللي نحنا قلتلك نحنا مناخد طاقة من الأكل لكن هاي الطاقة تعتبر مادية نعم ملموسة وكثيفة هاي الطاقة بتاخدية ممكن أنت تصبري يوم كامل بلا أكل يومين بس بعدها خلص بتكتاخدي أكل تمام والشرب نفس الشي فهي الطاقات كلها تعتبر طاقات كثيفة بالنسبة لجسم الإنسان تستهلك كثيفة لكن تستهلك كمان بسرعة بسرعة الطاقة اللي بتصير خلال شهر رمضان هي طاقة من المصدر من رب العالمين مباشرة هاي الطاقة شخص إذا وعيلة يعني أنتي اليوم عم تسمعي هاي المعلومة إذا عرفتي أنه في طاقة بهذا الشهر بتكفيكي سنة كاملة نفسيا تمام أنتي الأشخاص غالبا بيقلك أنه نحنا وكل يوم بسمعوا لليوم ومبارح سمعتها ليش بيصوموا بيصوموا بشان بيحسوا بالفقير فأنا كانت عليا أنه طيب الفقير بمين بديو يحس الفقير اللي هو أصلا عنده فرض الصيام لمين بديو يحس هو هي جزئية هي جزئية خليني إليك ما بدي أم فيها لأنه بتخلي النوع من التواصل الاجتماعي أليان وتخلي الناس فعلا اللي بيكون عندهم متل ما بيقولوا سعة بتصير نظرتهم فيه تعاطف أكتر لكن مو هو الجزء اللي ليش نحنا منصوم ما منصوم أكيد بس مشان هاي الجزئية يعني ففيه طاقة اللي هي الروحانية اللي بنستشعرها كلياتنا ما منقدر نفسرها بالكلام بس منشعر فيها هاي الطاقة على الكل بتنزل لكن أنت لما بتوعيلها بتصيري أنت بتستشعري أنه أنا فيه طاقة هلا عم باخدة فيه طاقة عم بكتسبة فيه طاقة عم تجيني بشكل يومي خلال بشكل يومي خلال 30 يوم وبيقلك أنه هاي الطاقة بتكفيكي سنة كاملة نفسيا فالشخص يعني ببساطة بيقدر يضبط حاله لما بيعرف المكافأة اللي ممكن تيجيه من ضبط النفس نعم يعني إن شاء الله هيكي بينعاد هالشهر الكريم والمبارك على الكل بالخير والتسامح والإيمان وصفاوة القلوب والنفوس كمان نحنا كثير بدنا نتشكريك وشكرا على هالإضاءات الروحانية اللي قدمت للا ياهو حبيبتي شكرا لك شكرا لك وإن شاء الله رمضان كريم عليك وعلك كل عام شكرا لك